الله، 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 سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين فاللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن كذا ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لو لا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم الآيات المباركة في هذه السورة المباركة سورة هود تعالج بعض القضايا الاجتماعية منها هذه القضية الإنسان معرض في هذه الحياة الدنيا إلى أنواع مختلفة من الحالات يوم يرزقه الله ثروة طائلة ويوم يصبح فقيرا يوم عند وظيفة يوم يطردون من الوظيفة يوم مريض يوم صاحي وضعت صحي زين وهكذا يوم ماكو حرب يوم أكو حرب يوم ماكو أمراض أوبع يوم أكو أمراض أوبع بالنتيجة حالات مختلفة وهذا مجد جديد يعني الشباب اللي ما كانوا شايفين هالأشياء يستغربون شنو صاير لا ما صاير شي هذا ديدن الدنيا شوية يقرأ واحد التاريخ يعرف أنه هاي القضايا كانت متكررة دائما في التاريخ من أول البشرية وإلى الآن وإلى يوم القيامة وإلى قيام القيامة حالتان موجودتان في بعض الناس الذين إيمانهم ضعيف أو أصلا إيمان واحدهم في المقابل حالتان عند من هو مؤمن ومتيقن في إيمانه هذا درجة اليقين إيش قال درجة مهمة اليقين الذي يتبعه التسليم الله في هاتين الآيتين التي قرأتهما أولا يشرح هذه الحالة وهي حقيقة درس أيضا كل آيات القرآن درس بعد شوفي شلون يصور بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان أي إنسان هموما أي إنسان ولئن أذقنا أذقنا من الذوق ليش استفاد الله من هذه الكلمة وكان يقول ولئن أعطينا الإنسان العلماء يقولون هذه مثل التذوق لأن أمور الدنيا لا تبقى أنت لما تتذوق في الطعام هذا الذوق ما لك يبقى لا لحظات أكل سندويشة جدا لذيذة ألتذ منها أتذوقها أو أشرب شاي مهدر زين فأتذوقها فأتذوقها بعدها لم يروح ولذلك استفاد من هذه الكلمة أذقنا يعني أعطيناه ليتذوق فترة ثم يترك الدنيا لا تبقى هذه الدقة في الفصاحة والبلاغة ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة يعني دير بالك أيها الإنسان أنت من عندك ما صرت شي ترها حقيقة إذا واحد يلتفت يشوف كلها من لطف الله ورحمته صحتنا منه أماننا منه وإلى كثيرون مرضى في المستشفيات حقيقة في هذه الليالي أدعو للذين يأس أصحابهم وأقرباؤهم من شفاءهم الشفاء بيد الله بحرق ندعو لهم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة الرحمة شنو مال ثروة أمان صحة عافية أولاد طيبين ذرية صالحة هذا قبل كم يوم واحد يجاني في المدرسة يشكو ابنه ويبشي حقيقة أنا تألمت له قال ابن العود يعني ابن الأرشد يمسوي جدي وجدي وجدي يتصدق يعني بقى لهم متدينين يعني عائلة متدينة قال إيه قال أنا من ربيهم يعني ما مقصروا إياهم ما هذا وهذا بلاء كل النعم من الله رحمة بس إحنا متعودين عليها مثل أنه الصبح نقوم نشوف شبس موجودة متعودين عليها أكو واحد أول ما يقوم يقول اللهم إني أشكرك على شمسك رحمة نشوك هذا أو نشكرك على ليلك أو على نهار كلها نعمة رحمة ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة شي صير ثم نزعناها منه مقلنا الدنيا متقلبة يوم صحيح يوم مريض يوم غني يوم فقير يوم أولاده جيدين يوم يخربون مثلا أو مثلا تربية غير صالحة تصير لهم بسبب المجتمع نزعناها إحنا نزعناها منه إنه ليأوس كفور هذا الإنسان رأسا يأتيه اليأس والقنوط وبعدين الكفر ما صاير يشيك 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 هوائي صاير أنا هوائي شاير بلية جدا طفيفة الإنسان اللي متعور على الرفاهية وعلى الأمام وعلى الفلان قالتوا الآن تشوفون بعض الغضايا في بعض البلاد يبتون وعنوا سنوات كانوا عايشين في أمان الآن أمان ماكوا هناك هاي القضية المعروفة وأيضا في الكويت أيضا عشنا وشفنا وغيرنا أيضا في بقية البلدان خب شنو الحل الحل ليس اليأس وليس الكفر الله يشرح حالة من حالات بعض الناس إنسان يقول ولئن أذقنا الإنسان يعني بعض الناس هكذا أذقناه شنو منا رحمة اعطيناه ثروة أمان صحة عافية ثم نزعناها منه أخذناها منه هذه الرحمة إنه ليأوس كفور هذه حالة الحالة الثانية ولئن أذقناه نعماء بعد ظراء بعد ما صار مريض صار صاحي صحيح سالم طاب صار زين بعد ما صار فقير أغنيناه شي سوي نعماء بعد ظراء ظراء مقامل النعماء نعماء النعمة صحة عافية ثروة بعدين هذا وقت أجي بعد الظراء يعني كان فقير صار غني كان مريض صار صحيح شي سوي ليقول أن ذهب السيئات عني خلص أنا هو آية إنسان مهم هذا ذهب السيئات عني مو معناته أنه يعني ديخ برخوا ندري أنه ذهب السيئات مني هذا التعبير بلاغي يعني خلص بعد أنا إنسان يعني مقدس والله يحبني إذا السيئات أم راحت إنه لفرح فخور هالمرة يجي جنوا حالة الفرح والبطر والبطش والفخر أنا وأنا وأنا ما شايفني الشكل واي شايف واحد كان يقول فلان كان صديقي أنا ما عرفه طبعا حتى تصير غيبة يقول فلان يوميا كان ملازم للمسجد ملازم للحسينيات لجلسات التفسير للمواعب وهكذا فات مرة شفنا هذا ما دي ربح بالبورصة شنو صار صار غني بعد ما شفناه أصلا أبدا هذه حالة لفرح فخور طيب كل الناس هكذا لا إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات صبروا في الحالتين يعني إذا أعطانا الله نعمة نصبر إذا لا سمح الله أخذ النعمة نصبر سواء كنا أغنياء نشكر صرنا فقراء نصبر هذه الحالة مهمة إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير خب هذا الدرس شنو نتعلم من هاتين أو هذه الآيات الثلاث ثلاث آيات قرأنا نتعلم أنه احلى أولا الدنيا ليجب أن نعرفها نهضمها ندري أن هذه الدنيا متقلمة ما تبقى على حالة واحدة أبدا ما موجود يوم واحد غني يوم واحد فقر يوم عنده أمان يوم ما عنده أمان ومن ندري شلون يصير يعني ما يقدر واحد يتنبأ المستقبل أيضا ونحن أخوه مو أنبياء حتى نتنبأ نعرف ولا معصومين حالات الدنيا متغيرة طيب إذا حالات الدنيا متغيرة لازم أن نواكب التغيير هذا مهم هذه كلمتي الليلة نواكب التغيرات أنا فترة كنت أعيش في لبنان صارت حرب أهلية أذكر أنهم من شارع إلى شارع حقيقة شارع يم شارع آخر بناية يم بناية ثانية عليكم السلام إن نريد نتحول من بناية إلى بناية ما كنا نبدأ عشنا به لازم نواكب يعني أقول صاير هذا شون راجي أبكي يعني لازم أن نواكب التغيرات التي تحصل إذا كنا في شوفوا الآية يقول ولئن أذقناه نعم أبعد ذراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني يعني يفتخر إنه لفرحا فخور نحن الآن في أمان هذا الأمان الله أعطاها نعمة لنا نحن الآن نتمكن أن نأكل ونشرب ونمشي ونسافر إلى آخره هذا نعمة هذه هذه النعمة لا تولد عندنا فرح وبطر مو فرح ما نفرح نفرح ولكن مو بطر يعني يقول خلاص بعد ما يكن شيء من يقول يقول لا سمح الله يصير شيء آخر من يضمن يعني من كان يضمن لفلان دولة اللي كانت عايشة برفاهية وفسق وفجور تدرون بعد فد مرة انقلبت الأمور خب هذا مو معلوم معناته فالإنسان المؤمن الصالح الذي يعمل الصالحات إلا الذين صبروا صبروا مو في النقمة في النعمة أيضاً في النعمة لا يكون فخور وفرح أنه خلاص بعد ما يكون شيء لا لازم يتحمل ويحتمل أنه يصير شيء هذا درس من الله سبحانه وتعالى في هذه السورة في هذه الآيات خب إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير والمغفرة للمؤمنين عالة يعني كلمة الإيمان موجودة هنا ضمن ما قال إلا الذين آمنوا قال إلا الذين صبروا فآمنوا شنو صار العلماء يقولون بما أن الله قال أولئك لهم مغفرة المغفرة لا تأتي للكافر تأتي للمؤمن ففي ضمن الآية أكو كلمة الإيمان بس مقدرة وأجر كبير بعدين هذا المشهد ينتهي في سورة هود يأتي مشهد آخر هذا المشهد يجب أنه أقدم مقدمة حتى نفهم لأن شوية ربما لما نقرأ واحد يقرأ الآية يصير إشكال في ذهنه وطبيعي الإشكال إشكال بمعنى الاستفعام ليس بمعنى أنه ينكر لأن السؤال عالة إخواني سهر بين قوسين حتى أرجع للحديث السؤال نوعان نوع استنكاري ونوع استفهامي هذا يعلمونا في الحوزة استنكاري يعني شنو؟ يعني أريد أعاند هي أستشكل بس أشوف لي معمم بس أشوف لي أخندي هي أستشكل على الدين بس للإشكالها بس للعناد هذا يسموه السؤال الاستنكاري السؤال الاستفهامي شنو؟ يعني أريد أفهم والمعمم اللازم ليزعل ما دام يشوف واحد ده يسأل استفهاماً استفهاماً من باب الاستفعال بعد يعني طلب الفهم يريد يفهم يرحب بي ما بيشكال أما الاستنكار نوعاً من العناد بس يريد أي شكل؟ يحشي يستشكل هذه الآيات اللي الآن نقراها شوي بيها إشكالات ولذلك يحتاج مقدمة المقدمة شنو؟ السورة قلنا شنو؟ مكية فتبين حالة من حالات المشركين في مكة شنو كانوا يسوون؟ منها كانوا يؤذون النبي يقتلون أصحابه يعذبون بلاله هذه كلها نعرفها منها كانوا يطلبون للاستهزاء والسخرية معاجز تعجيزية عمداً مو للاستفهام مثلاً اجى واحد عند النبي مجموعة من المشركين هاي قصة مذكورة في التاريخ قالوا يا طبعاً هما ما يقولون يا رسول الله يجيبون اسم النبي قالوا إذا أنت النبي صدق هذه جبال مكة كلها الجبال دائر مدائر وين دائر مدائر الكعبة شايفين بعد رزقنا الله وإياكم الحجة والعمرة هاي الجبال خليها تصير ذهب هذا واحد ثانياً جيب كنوز أو عنه سيدنا جيب كنوز وياك أنت فقير ما عندك شيء يتيم أبي طالب يسموه مربى عنده في حجر أبي طالب ما عندك أحد فقط خديجة سلام الله عليها وأمير المؤمن علي ابن أبي طالب وأبو طالب على رأسهم يدافع عن النبي جيب كنز شوف الطلبات شنو كانت أو خليف ملك من الملائكة ينزل من السماء ويمشي وياك هذي طلباتهم كانت طبعاً هل أو السؤال الأول السؤال الأول هل طلب المعجزة شيء مو زيل لا زيل زيل واحد يطلب معجزة من النبي أو الإمام الآن الذين يدعون الاتصال بالإمام المهدي حتى نطلب شوي قريز الذين يدعون أنهم يتصلون بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف منا منا سامعين بعد منجب أسمائهم أنا ما أحب أسمائهم أصلاً طيب هذول دعوة باطلة ليش؟ لأنه أخو يطلب منه معجزة لازم يجيب معجزة ولو بالاتصال بالإمام يعني النواب الأربعة كانوا ينقلون أشياء اللي تنبئ عن اتصالهم الحقيقي بالإمام لما أنت تدعي الشكل ما يصير طلب المعجزة هذه أيضاً من المقدمة قبل أن نقرأ الآية طلب المعجزة أيضاً يجب أن يكون لشنو؟ للاستفهام يعني طلب الفهم أريد أقتنع أريد توضح لي ما الآن الآن إذا واحد يجي هنا يقول أنا طبيب أو أنا مهندس خلو ما يخالف مهندس؟ أثبت أنك مهندس مشروع عندك في مكان نروح نشوفه عندك تخطيط هندسي مؤيد من قبل الشركات الهندسية الكبرى لازم تقنعني بعد وإلا أنا هشي كله ميصف النبي عندما يقول أنا نبي يلزم عليه أن يأتي بمعجزة هذا حتماً لا شك فيه والإمام المعصوم نعتقد به لأنه له معاجز أما كل واحد يجي الدعي ميصف ولكن هذا ولكن مهم مرة أطلب معجزة للفهم والقناعة حتى أقتنع مرة أطلب لأجل الاستهزاء لأجل الاستهزاء والسخرية والتعجيز هذا المعجزة النبي ما يجيبه يعني لا يأذن الله به لأن المعجزة بيد الله ليس بيد النبي الله يجيب المعجزة على يد نبي يعني موسى عليه السلام عندما كان يرمي بعصاه في البحر وينفلق البحر بإذن من؟ بإذن الله سبحانه وتعالى مو أنه هو موسى كان يبدع في الشيء فالمعاجز بيد الله هاي المقدمة الثانية المقدمة الثالثة أنه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يشوف الناس هشك الجهلة بعضهم كان يضيق صدره أقرأ الآية الآن يضيق صدره مو معناة أنهم ميريد يبين للناس آيات القرآن الآية ظاهرها يوحي بإشكال أنا أقرأ الآية بس مع المقدمات اللي قلت يمكن تصير واضحة فلعلك يا رسول الله يخاطب الله رسوله فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك يعني شنو؟ يعني يمكن أنت بعض الأشياء إحنا اللي نقول لك ونوحى إليك تتركها ما تقولها للناس لا هذا مو معناته إش هو يصبر حتى تشوف شنو معناه ليش قلون التدبر في القرآن فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك ظاهره عتاب عتاب ممن؟ من الله على النبي بس مو هذا عتاب وضائق به صدرك صدرك يضيق ليش شكل؟ أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز هذا السبب مو أنت متريد تقول للناس الواحية وإلا النبي معصوم وصادق وأمين للرسالة يأتي إلى المسجد الحرام ويقرأ الآيات علنا الأمام الكفار والمشركين فشنو؟ تاركم بعض ما يوحى إليك؟ لا لأنه لما يقلون لما يقولون لو لا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك أنت يضيق صدرك صحيح؟ بشر؟ ليش يضيق صدرك؟ لأنه تدري أن هؤلاء ما يطلبون المعاجز للهداية للسخرية كانوا يطلبون فيضيق صدرك طبيعي؟ يعني النبي ما كان يضيق صدرك؟ يضيق صدرك بس ما كان يترك الوحي أو إلقاء الوحي هذا لعل كلمة لعل مول الترجي معناته أنت لما تشوف هاي المعاملة السيئة من المشركين يضيق صدرك ولكن شو سوي إنما أنت نذير يعني ما عليك خلي يطلبون خلي يستهزئون خلي يتمسخنون إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل ما صار واضح هاتصور ها دكباوعني ما صار واضح واضح؟ فصلوا على محمد وأنا محمد شوية أوضح مرة الله يعاتب نبيه المعصوم حجته على الخلق يعاتبه يقول لي يش أنت ما تقول للناس مو هذا معناته مرة يلقي العتب على الناس الذين يستهزئون بالرسول فيضيق صدره شوفوا الفرق شون يكون فرق بين هذا هذا المفهوم وذاك المفهوم أقرأ الآية مرة ثانية فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك ليكون أنه يضيق صدرك تترك ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لو لا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك كانوا يطلبون كنز من النبي جيب كنز من محبة لأن يهتدوا يعني صحيح ولكن مو معناته أن النبي ما كان يلقي على الناس الوحي لا وظيفتك كانت هذه ضرب النبي في مكة لأجل أنه كان يلقي الوحي على الناس طيب فأنت شنو شغلك أنت نذير فقط يجب أن تنذر الناس لعواقب أعمالهم للدنيا وفي الآخرة هذا شغلك المعجزة بيد من بيد الله سبحانه وتعالى والله على كل شيء وكيل الإدارة والتدبير بيد الله سبحانه وتعالى هذا التوحيد الخالص خب موضوع آخر من حجج المشركين المشركين الذين كانوا يؤذون النبي هذه كلها فترات مكية أم يقولون افتراه من الأشياء التي كانت تؤذي النبي وتؤذي أصحابه الإدعاء بأن النبي مفتري والعياذ بالله مفتري يعني شنو استغفر الله واحد يخجل يقول بس هذا موجود في القرآن يعني كالذب يعني جاي يدعي أنه نبي وهو ليس بنبي هذا معنى الافتراء أم يقولون افتراه افتراج منه هو يرجع المن للقرآن يعني القرآن مو وحي واحد قبل فترة قابرني من أمريكا قال لي عندي سؤال وياك عارفة يعني شوية رايح برا متعلم كم كلمة مفكر أنه هو يفتهي المشكلة ذول اللي يرحون للغرب حتى يتعلموا الفيزياء والكيمياء والطيب زين أما شوية يفكر هوا يفته ترموش المهم قال لي عندي سؤال قلت قال أنا قرأت القرآن 300 إشكال عندي كاتبهم كأنهم قلت بدق 300 قال 300 وشوية عندي إشكال عن القرآن أنا شيئين جاوبته جاوبته أولا إشكالك استفهامي أم استنكاري مثل ما قدمنا تريد تفهم قال لا لا حقيقة أنا يريد أفهم وأدري حقيقة هو إنسان يريد يفهم قلت لك السؤال الثاني هل أنت تعتقد أنه واحي نازل من قبل الله سبحانه وتعالى أنزله جبرايل على قلب محمد صلى الله عليه وآله أو تقول فد كتاب فد كتاب بشكل عندي إشكال عنه وأكو فرق في الجواب مرة إذا تعتقد أنه وحي من قبل السماء من قبل الله نازل على قلب النبي من أول يوم البعثة إلى قبل أن يرتحل إلى ربي هذا في الجواب عندك أما إذا ما تعتقد وتقول أنه هذا فد كتاب يعني لا تعتقد بالنبوة والواحي وجبرايل وأنا ما أقدر أجابك ليش لأنه لازم أبدأ من الأول لازم من الأليف مثل ذاك الطفل اللي يوده للمدرسة قال لولا قول ألف قال ما أقول قول با قال ما أقول جابه أبو المعلم قال هذا ابنك ما يقول ألف أبو قال لي بابا ليش بتقول ألف قال لي إذا أقول ألف يقول قول با إذا أقول با يجيبتها أنا ما لي خلق أدرس مرة تريد أن تستفهم أنا أقول لك أجاوبك مرة أنت تعتقد أنه وحي من قبل السماء نازل على قلب النبي من أول البعثة إلى شهادة النبي هذا الشكل أقدر أجاوبك أنا أما إذا ما تعتقد لازم أبدأ من الألف أبدأ من الله وجود الله وحدانيته إرساله الأنبياء العقل شي يقول أوه لازم حوزة أبينك دروس حوزوية هذا الشكل آخر يصير إذولا شو كان يقولون أم يقولون من المشركون أم يقولون افتراه افترا يعني الرسول افترى القرآن يعني ادعى كذبا أنه من قبل الله قل يا رسول الله قل لهم في الكلمة قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات أنتوا خموا أنبياء أنتوا لازم تفترون بعد مفتريات بعد أنتوا جيبوا عشر سور في المكان الله يقول سورة واحدة في المكان آخر يقول مثله في آيات أخرى هذه بقولة العلماء العدد مو مهم المهم نفس الموضوع يعني التعبير البلاغي مرة واحد يجي يقول أنا طبيب أو أنا مهندس أقول له تجيب تخطيط واحد مرة أقول لك ثلاث تخطيطات تجيب مهندسية يعني العدد مو مهم العدد متكرر في القرآن فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دول الله مجوز مسيحيين يهود بوذيين ملاحدة أي واحد من استطعتم من دون الله يعني ما يقول مسلمين عرب عجم جيبوا علماء في زياء جيبوا له علماء بهذا المعنى بهذه التشكيلة القرآنية من الفصاحة والبلاغة والإعجاز والغيبيات والسور والنصايح والأحكام كلها جيبوا مثل عشر سور إن كنتم صادقين النبي خاطبهم هكذا هذه الآية نزلت بعد كما قلنا في الليلة الأولى بعد رحيل أبي طالب سلام الله عليه وبعد وفاة خديجة سلام الله عليه جدتنا كانت ظروف حالكة في مكة جدا والنبي مطارد وأيضا يجب أن يجابههم فإن لم يستجيبوا لكم إذا المشركين ما قدروا يجيبون لا سورة ولا نصب سورة فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله هذا القرآن نازل من قبل الله سبحانه وتعالى العليم الخبير وأن لا إله يعني هو هذا دليل على التوحيد أيضا وعلى النبوة وعلى الإمامة وعلى المعاد على كل شيء وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون بعد هذا الاستدلال أنتم تسلمون أم لا بعدكم على عنادكم قسم منهم بقوا على عنادهم وقسم منهم اهتدوا طيب كعادتنا في كل الليل الليل أريد شوية أتكلم حول عظمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذه العبارة عن أمير المؤمنين اللي هو صادق عندما يمدح نفسه مرة للإنسان لازم ما يمدح نفسه ولكن من باب إثبات الحجة على الآخرين يجب أن يمدح نفسه كفار اخترا مرة واحد يريد يتبجح ويتكبر على الناس من غير حق هو مستاهل يجي يمدح نفسه هذا مزيح مرة يريد أن ينقذ الناس حتى يعلم أنه حجة الله هذا واجب علي أن يبين نفسه يعني أمير المؤمنين عندما جلس في مسجد الكوفة وقال اسألوني قبل أن تفقدوني هاي الكلمة اللي أي واحد ما يقدر يقول إلا الإمام المعصوم هذا لازم الشكل يسويه ليش لازم حتى يبين للناس عظمته وحجيته على الخلق هنا في هذه الرواية أيضا مدح لعلي لنفسه ولكن عن لسان رسول الله عن علي عليه السلام أنه قال قال رسول الله مو من عنده يقول يقول رسول الله قال ليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي بشر شيعتك وأنصارك بخصال عشر يبقى السؤال فقط من أنصار أمير المؤمنين أم لا إن شاء الله هل نحن من شيعة أمير المؤمنين أم لا إن شاء الله نحن إذا لدينا ذنوب هذا شهر رمضان نستغفر بعد الاستغفار والتوبة بابها مفتوح ولكن إخواني نجب أنه شوية انطابق أعمالنا مع سيرة أمير المؤمنين مع وصايا أمير المؤمنين مع أخلاق أمير المؤمنين هذا مهم حتى حقيقة نصبح من شيعة الرسول قال يا علي بشر شيعتك وأنصارك بخصال عشر أولها طيب المولد في هذا الموضوع أنا لا أفصل أنتم تفهمون يعني طيب المولد قصص مهواي أكو روايات مهواي أكو صحيحة طيب المولد ثانيها حسن إيمانهم بالله أكو نوعيا من الإيمان إيمان مجبور أنا بعد مرة إيمان حسن يعني حقيقة أحب الله وأؤمن بالله هذا يسموه حسن إيمان هاي اثنين هاي من صفات الشيعة ثالثها ثالثها حب الله لهم الله يحبهم الله يحب شيعة أمير المؤمنين رابعها الفسحة أو الفسحة في قبورهم أول ما يضع الإنسان في قبرة تضيق عليه هذه الروايات موجودة بعد ضيق اللحد ضيق القبر نقرأ في دعاء بحمزة الفسحة في قبورهم وخامسها النور على الصراط بين أعينهم الصراط في يوم القيامة مظلم حسب الروايات بعد ما يخلص الإنسان من الحساب والكتاب والميزان يجي على الصراط 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 شلون أنا مادر أدق من الشعر مادر شنو فلان بس هذه تفاصيل بها احنا مذاكرها في سنوات سابقة يحتاج إلى النور حتى يقدر يمشي على الصراط النور وين نور ولاية أمير المؤمنين يخلون هنا شايفين بعض الناس اللي عندهم ضوء هنا حتى يبين الطريق النور على الصراط بين أعينهم وغنى قلوبهم يعني مؤمن شيعي ماكو فقير ليش أكو فقير ولكن غنى قلوبهم قلب غني مستحيل أن يقدم نفسه للذنوب لأجل الغنى لأجل المال فقير هو ولكن قلب غني هذه صفة من صفات الشيعة سابعها المقت من الله عز وجل لأعدائهم الله يمقط أعداء الشيعة أعداء موالين أهل البيت طبعا هذا مفقط الشيعة يعني كالشيعة الذي يحب أمير المؤمنين ويننصره يمكن هذا يشمل يمكن ثامنها الأمن من الجذام تاسعها انحطاط الذنوب والسيئات منهم عندما يتوبون الله يقبل توبتهم عاشرها هم معي مع من مع رسول الله لأن الكلام من الرسول إلى علي الراوي منه علي بن أبي طالب ملق الحديث منه رسول الله صلى الله عليه وعاشرها هم معي في الجنة وأنا معهم حقيقة إذا واحد يقدر ونقدر بفضل الله وعونه يقدر أن يصبح حقيق موالي لأمير المؤمنين ولرسول الله وللحترة الطيبة يربح في الدنيا والآخرة اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وطائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد الله 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 الله